السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيباتي اليوم واحد الموضوع على كيفاش نعودو السكر البنات اللي بغاو يبدلو نمط العيش ديالهم اللي بغاو يدوزول نمط عيش سليم وصحي وصورتو صورتو بغاو يجتنبو السكر الأبيض المكرر البنات اللي بغاو يبدو بأول فقط كفكرة البنات نحن فاش نعودو السكر راه تنقضو الصحة ديالنا راه كان نعطيو وكان نبدلوش حل من حاجة في الصحة ديالنا كانت ببالنا آلام كانوا عدنا بعد الآلام في المفاصيل كانوا عدنا بعد الآلام في الدورة الدموية ديالنا كانوا عدنا شيخواج اللي ما كنش رديلهم البال ولي كنا كتحبنا وشوما آلام عاديين وهم راه جايين من تغذية ديالنا وغادي تلاحظوا بزاف ديال تحسون في الصحة ديالكم منين غادي تحيدو السكر الأبيض تيقو بيا أول حاجة اللي كان نعودو بها السكر وهو السكر ديال كان نبدو بسكر ديال الفواكه أو السكر يعني اللي جاينا من الطبيعة مثلا أنا هنا عندي السكر ديال الكوك السكر ديال الكوك البنات هو رائع جدا بالإضافة كما تعرفوا يعني الكوكرة فيه منافع فيه فيتامينات فيه بزاف ديال حويج يعني هنا يحنا كننخضو واحد المادة محلية وفي نفس الوقت يعني فيها منافع تكون بحالنا يعني أحسن مئة مرة من السكر اللي هو ما فيه حساس حاجة في غير الحلوة وفيه ضرر يعني الجسم ديالنا هانتو ما كتشوفوا كيفاش كيكون السكر ديال الكوك كيكون على هات الشكل هادا بودغ وهذا عنده واحد البخوصيدة يعني كي ياخدو الكوك تي ياخدوه من ديكا لصيف ديال الوردة ديال الكوك هو ما يجيبوا هادا هاد المسحوق هادا اه حدنا المهم هادا اشكن نادات مانتوفرش في جامع البلايس ولكن المهم الناس اللي القاوهره زوين بزاف اه بالنسبة للمناس يعني هكا في دول العربية او في المغاربية كين سكر ديال التمر معلوف بزاف وبدو تيسايبوه يعني نساء تبارك الله بزاف كتتاخدو التمر ديالكم اه بحكم دخماشي دكتابا الكبير كتتاخدو تميرة صغيرة ورين اللي كيكونوا قاسحين هادا كتتجيبهم الدار كتتحيدوهم الناوات اه كتتخليهم ينشفو سواء على الشمسة سواء على فقط على يعني في الفران ومن بعد كتتحنو كل شي وكيعتكم اه سكر بحالات شكل هذا اللي شفنا دابا يعني كيعطي سكر على هات الشكل هذا سكر بني يعادل هذا يعني السكر ديال الكوك بولا البنات ضنك كما قلنا هاتوا ما عندكم سكر الكوك عندكم السكر ديال التمر اللي يعني موجود بعدنا في الدول العربية والمغاربية اه وهذا التمر هذا ممكن تستعمل له منه هادا التمر استغلقت لكم ليس يكون جاف تستعمل له منه السكر تخرج منه سكر رائع وكذلك ممكن تخرج منه اه دبس يعني كين دبس التمر دبس التمر كيفاش كتتخرجوا هو واحد السائل اللي كيكون بحل كيكون بحل العسل بحل الكرامل ها هو هادا مثلا كيتستعمل بزاف الحلويات انكم تحلو بمثلا للدسار ديالكم كيفاش كتستعملوه باش نستعملوه مع التمر يعني كتاخدو التمر ديالكم كتغسلوه مزيان كتحيدو له النوات كتفوروه اه اولا يعني تقطرو طيبوه عادي جدا من بعد كتصفيوه مزيان وكتحوه بعدها على الاقل يعني كتطحنوه حسن تطحنو كل شيء ومن بعد كتصفيوه مزيان هادا كلمة في شيء صفاية رقيقة يعني كتحيدو قاعدو كالشوائب كتخليوه غير ذاك العاصر ديال ها التمر ديالنا من بعد كتخليوه فعلى نار هادي اه بزاف حتى يقولي حتى هو مع السل بحل الكتي يقولي بحل العسل يعني هاداك هو الدبس ديال التمر هاداك الدبس ديال التمر كذلك ممكن تستعملوه يعني كعسال محل محلى يعني محلي الجميع البزاف ديال الاوكلات انتم يعني وعلا حسب الدوق ديالكم وعلا حسب مع ما بغيتوا تزيدو هاديك الماده اه مثلا انا عندي هنا اه اه كلمة البنا كانت الحسب من بعد كتخليوه اه بحل كرامين وامراته بحل كرامين وممكن كدلي كتصيبون منه سكر سكر كالهاداهة الاوهان هو كالهاد الي وردتكم كبيرا يعني سكر ديال كوك ممكن تصيبوه نفس الشيء كتصيبون منه سكر بحل هاكا نخلي اقدمكم تهوهنا بحل شوفها ثم قدمو الشكل سنضرب من هذا الأبيض نضم عسله يمره في نهاية كبيرة نشاهده قليلاً لأنه سيظه سيكون هناك مجموعة نضعها بمرض سيكون هناك معسل فأنتم كبيره ساعر ايضاً واما في الفران ثم أتخذها و قدمو سكر ممكن تستعملوه في الحلوة في الكخاب بزبط الحوايج او لكن ما قلت لكم كنت تسايبوا منو الدبس ديالكم دونك البنات قلنا كين سكر الكوك كين سكر التمر او لدبس التمر وكين سكر هذا سكر الخرب هذا او الدبس الخرب دونك والاها انتم ما ديجا عندكم دابة تقريبا واحد جوش يعني تقريبا ستاديال الحوايج باشا تعودوا السكر بالنسبة للبنات اللي كيني خارج اوروبا كينها هاد النبت هادي اسميتها لابودغ داقاف هاد النبت هادي هاد لابودغ هادي دير بحلة دير بحلة لويفيغا ولكن هي كتكون كبيرة كتكون طويلة بزفرها موجودة عدنا بزفر المغربة البنات الصراحة اوال لابودغ ديالها كتكون غالية بزفر ويارمتواج دفر المغرب كما كنت لكم كتعطينا انديستاع الجليسيمي تخيب يعني فاشكا نشر يعني صديقة ترتول الناس يعني اللي عندهم ديابات ممكن يستعملوها بزفر كذلك سكر الكوك مثلا كذلك سكر سكر تمر او سكر الخرب فقط للإشارة لبنات هاد الخرب هاد فاشكا تصيبوا السكر دياله رائع جدا هاد سكر ديال الخرب لانه اولا بعد واحد العلاج عملين لزوين بزفر للناس اللي كتكون عندهم لكونستيباتيون سبحان الله كي عالج لكونستيباتيون وفي نفس الوقت كي عالج ديال إسهال القاتل ذاك الإسهال العسير بزفر دياله دياله لتكون السيغير كي عالجها علش لانه غني بالألياف واحد الأليافي سبحان الله كتقد كتوازن للحركة ديالياله ومهمة الكثير من الأطفال سكرها سوف تنتفع منها بأحد درجة كبيرة وخلاص كين العسل يعود لنا الكثير من الحويج لإشارة البنات فقط هذه الأنواع السكر كما قلت لكم البنات لاغاف نسيت لم أكملت الحضر عليها يعني هي فيها سكر كنسيبونا سكر بحلقة البودغ كتكون تهيب حالة شكل هذا سكر الكوك أو سكر تمر غير هي بتكون شوية يعني كتكون رقيقة بزف كتكون شو بحرم لا هذه كيسيبوها من ذاك من ذاك الجيل ديال لاغاف هو ميكيسيبو هاد لابودغ داغاف هادي والصراحة زوينة بزف هادي بل مشكلة للبنات مش المشكلة يعني الحاجة اللي زوينة يعني مثل قطع السكر الأبيض اللي كتعرفوه هو مدر يعني وفي بزف ديال الحويج اللي هما ماشي صحيين الحاجة اللي زوينة هو أننا يعني كنعوضوه حويج اللي هما وممتوره هما محليات يعني تيحلي وتعطونا المدقة الحلاوة وفي نفس الوقت شي حويج اللي هما غانين بالفيتامينات غانين بالمعادن غانين بزف ديال فيهم مثلا بحل كي بقليل الخروب يعني فيهم ديفيبغ فيهم ديانتيوكسيدان يعني شي حاجة اللي هي زوينة بزف لصحة ديال ما فعندما كننخدو السكر الأبيض اللي هو محلي وكي هلك لي نصحة هحنا يعدنا تبارك الله الباديل عدنا محليات عطى الله وفي نفس الوقت يعني فيهم فايدة فيهم فايدة لصحة ديالنا دونك البنات صراحة جربوه هانتو ما كنتشوفو عدنا سواء عدنا معوضات كنعودو بحلاكة بدي بالدبس او لب العسل او لب دي سيغو بحل سيغو داقاف كي ما اكتلكم كنعودو بدي بودغات سكر ديال الكوك سكر ديال التمر سكر ديال البودغ تعلقاف ممكن نعملوه الدبس ديال التمر تبارك الله يعني عدنا الاختيار البنات يعني غير اللي ما بغاش غير اللي ما بغاش واللي عقزان وشان نخلكم يعني الله يهدين على صحة ديالنا وفونا البنات كان هذا هو الفيديو تاعلي وان شاء الله كان فيها يعني واحد انا غير شاكت يعني تجربة ديالي وشنو كنستعمل انا كنت كنرتب الخزانة ديالي وبغيت يعني ندير لي جميع المحليات وانا نقول اجي علش ما نبغطاج يعني هاد المحليات ديالي وكيفاش كنعوض انا السكر بالنسبة لل وللاشارة رامشي اي واحد كيعود السكر يعني رغماريد ديابات نو فاديوتو كان الناس مساكن لا يشافيهم المرادين السكر اللي هما قوب ليجي عليهم انهم يعوضوه ولكن احتى الناس يعني اللي بغاوا يقطعوا السكر اللي بغاوا يديروا الخير في صحة ديالهم كما كتعرفوا يعني السكر هو السبب ديالجميع جميع الامراض اللي كان عانيوها منها هو واللحوم والحليب ومشتقاته يعني هادو هما الكاريتة ديالجميع الكواريت اللي نحن في نعيشهم حاليا دونك البنات فولا قلت علش ما نشارك معاكم يعني الحويج اللي انا كنت تعمل ومنها فولا تعمل الافادة وتعرفوا عشنو هما الحويج اللي كانين وش بونس انا اغلبية البنات كيعرفوغوا وفولا البنات تمنى ان شاء الله يكون فادكم هاد الفيديو واللي جربت شي حاجة فاد انواع هادو او للي عندها شي سؤال مرحبا ما كان حتى شي مشكل خليوا لي في التعليق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته